أكد وزير الخارجية رئيس المعيال الدورة السابع والعشرين لمؤتمر أتراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري أكد أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أصبحت هذا العام ذات دلالة أكثر من المعتد وأن قدرة العالم على التعاون في مجال المناخ أصبحت على المحد مشددا على ضرورة العمل بشكل متكامل لتحقيق تحول عادل ومنخفض للانبعاثات الكربونية ومقاوم لتغير المناخ وفي مقالة له نشرت على مدونة وزارة الخارجية حول حج التمويل لعمل المناخ الدولي قال وزير الخارجية إن اتفاق باريس الذي يوجه عمل المناخ الدولي هو بمثابة صفقة كبرى حيث توفقت الدول النامية على تقديم إسهاماتها العادلة لمعالجة أزمة لم تتسبب فيها في مقابل الدعم المالي الذي تحتاجه لاستكمال عملها في المستوى المحلي مع السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وشدد شكري على أنه رغم تصعد أسعار الغذاء والطاقة والتوترات الجيوسياسية فإن أزمة المناخ طاغية فموجات الحرارة المرتفعة والجفاف والحرائق والعواصف وارتفع مستويات سطح البحر وكذلك تدهور الأراضي والتصحر والفادانات تدمر المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتقضي على العديد من مكاسب التنمية ترجمة نانسي قنقر